اشتركوا في القناة مجلس النواب رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وأعضاء مجلس النواب وأكدت معالي رئيس مجلس النواب أن الاجتماع الثاني قد أسس لأرضية مشتركة بين السلطتين التشراعية والتنفيذية لإنجاز هذا الملف بكل كفاءة ومهنية في الوقت القياسي المحدد بموجب الآليات الدستورية والقانونية مع مراعاة التأكد من توافر جميع الضمانات التي تكفل الحفاظ على مكتسبات وحقوق المواطني وأشادت معاليها بتجاوب وتعاون الوفد الحكومي برئاسة معالي شيخ خالد بن عبدالله الخليفة واستعداد ممثلي الحكومة للإجابة عن جميع استفسارات أعضاء لجنة مناقشة برنامج عمل الحكومة الأمر الذي يعكس طبيعة العلاقة القائمة بين السلطتين والمرتكزة على التعاون والاحترام خاصة وأن برنامج عمل الحكومة يمثل الأولويات التي تمكن الحكومة من أداء دورها التنفيذي وتعين في الوقت نفسه السلطة التشراعية ممثلة في مجلس النواب على القيام بدورها الرقابي والتشراعي من جانبه أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي أن هذه الممارسة المتبعة في دراسة برنامج عمل الحكومة قبل عرضه على مجلس النواب للتصويت تتوافق والتعديلات الدستورية التي أجريت في عام 2012 خصوصا المادة السادسة والأربعين من الدستور التي نظمت الإجراءات المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة وأوضح معاليه أن الحكومة قد تسلمت من لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة خمسة وسبعين سؤال تم استخلاصها من صلب البرنامج وقام الوفد الحكومي خلال الاجتماع بتوضيح وإجابة أغلب تلك الأسئلة على نحو أثر النقاش وساهم في تبادل المعلومات بكل أريحية وشفافية فيما تم تجديد التأكيد على أن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 ستتضمن التفاصيل المتعلقة بالمشاريع التي سيتم تحديدها على إثر ما سينتهي إليه مجلس النواب بعد عرض برنامج عمل الحكومة للتصويت ومن المقرر أن تعقد اللجنة النيابية اجتماعا آخر لها يوم غد الخميس بحضور الوفد الحكومي لمواصلة دراسة برنامج عمل الحكومة وتلقي مقترحات أعضاء اللجنة حتى يتسنى للجانب الحكومي دراسة إدخالها كتعديلات على البرنامج طبعا فيه التفق على كثير من ملفات العالقة والإجابة على كثير من الأسئلة والستفسارات ساعدة النواب وأهم الأمور اللي طبعا تطرقنا لها هي عدم المساس بالماطنين والحفاظ على مكتسباتهم والنظر في رفع وتحسين المعيشة في برنامج عمل الحكومة طبعا كذلك تطرقنا لموضوع التغاعد وهو موضوع شائك ولن يمر أي شيء في التغاعد إلا طبعا بتوافق ويكون موافقة المجلس التشريعي مسل الشعب أجل طبعا الأول مجلسين بشكل عام هذه أهم البنود اللي تطرقنا لها اليوم وركزنا فيه تركيز مباشر وكبير على المواطن المواطن هو أساس كل تنمية المواطن هو أساس الوطن المواطن طبعا هو أساس أي برنامج سواء كان الحكومة أو النواب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر